راح نشوف شو هي توقعاتك العاطفية من وقت مشاهدتك للفيديو الى اخر شهر القراءة متل دائما بتقبل البرج الشمسي والقمري والطالع وايضا بتقبل العكس يعني اذا انت عم تتابع لبرج العذراء ممكن تحس انه بعض الاشياء اللي بحكي فيها طاقتها تكون مشابهه لطاقتك بدنا نسحب كروت توضيحية وبعدان نبلش نشوف شو طاقتك انت يا برج العذراء وبعدان طاقت الحبيب خطوتكم في المستقبل وطاقتكم المشتركة في المستقبل او شو ممكن يكون مصير العلاقة بينكم في المستقبل طيب نبلش بطاقتك يا برج العذراء خلينا نشوف شو هي طاقتك الحالية او شو بتحس فيه حاليا فيه شخص بحياتك عم تفكر فيه كتير او عم تحلم حتى بها الشخص او عم تتخيل هالشخص عم تحلم بوضعكم مع بعض ممكن تكون ايضا احلام فعلية يعني احلام حقيقية مش فقط احلام اليقظة يعني ممكن فيه شخص بالفعل عم يزورك في احلامك ايضا الكروت اللي تلايت عندي هون الفارس والبيد والكينج ايضا طاقتك عم شوف ترابية كتير اغلب الطاقة اللي عندك يعني انت بطاقتك انت حاليا حاركتك شوي بطيئة عم تفكر تستثمر وضعك مع شخص او تستثمر فرصه مع شخص عم شوفك من الناحية المادية ايضا وضعك اتحسن او وضعك متحسن من الناحية المادية لانه عندك يعني من الناحية المادية وضعك ومنيحة لبعض منكم او وضعك يعني فيه تحسن. ايضا ما شخص اللي عم تتعامل معه. عم شوف انه الوضع بينكم ايضا فيه تحسن. ممكن اه فيه اختيار معين بدك تختاره او انت واقف بالتاريق بدك اه تختار بين شيئين او بين شخصين او توفق بين الشغل وبين طبيعة العلاقة اللي بينك وبين هالشخص. مرة الشخص اللي عم بتتعامل معه انت بتحس انت بتحب الشخص بمعنى انه بتحس انه مكتفي منه من الناحية العاطفية. الشخص اللي عم بتتعامل معه. ولكن في بينكم شوي ام جدالات او شوي حدة بالمناقشات. في شوي اه او ملامسات بينك وبين هالشخص. ولكن انت بتشوف الشخص اللي عم تتعامل معه او بتعتبره رفيق درب. وايضا من الناحية العاطفية اه راضي كتير عن عن مواصفات هالشخص او بتحب طبيعته هالشخص. بتحب شخصيته وبتحب كاريزمته. وايضا متل ما حكينا ممكن بالفعل انت عم هالشخص محتل منطقة كتير كبيرة بحياتك وحتى عم تحلم فيها عم تفكر فيه كتير. طيب نشوف طاقة الشريك او طاقة الحبيب. مش كتير من هالشخص عم يحس بفراغ من جوه. في اشي بحيات هالشخص عم يحس انه غير قادر على سد الفراغ اللي عم يحس فيه او الفجوة اللي عم بيحس فيها. وعم شوف ايضا انه هو ما اعترف لك او ما حكى لك بهالاشي. يعني اغلبية المشاعر اللي عم بيحس فيها مش عم بيحكيها للك هالشخص. بالذات بما يخص مشاعره تجاهك وتجاه العلاقة. ايضا ممكن يكون هالشخص مخبي عنك انه الامور بحياته خارج العلاقة بينكم. بحياته العملية او حياته العائلية او حياته العامة. عم تكون مش مش مزبوطة. فيها فيها لخطة كتير. فيها تغيرات كتير كبيرة. وعم يمر هالشخص بشبتس كتير عالية. ممكن في بعض الاساسات بحياته هالشخص حاليا مهزوزة او غير مستقرة. وممكن ايضا نسبي عالي يكون ما حكى لك هالشخص عن شو طبيعة المشاكل اللي عم بيواجهها بحياته العملية بعيدا عن العلاقة. ايضا ممكن للبعض منكم اللي مش عم يحكي مع هالشخص. اه ممكن هو عم يحس بفجوة او فراغ بالعلاقة اللي بينكم. اما مش عم يحكي معك. لانه في عنده اه تحولات ولكن اه اغلبية التحولات هاي مؤلمة. بما يخص الناحية العاطفية او بما يخص مشاعر هالشخص. فللبعض منكم المنفصلين عم شوف طاقة الحبيب حاليا مش مبسوط هو بصراحة. عم شوف انت راضي اكتر. او انت مقتلع اا اكتر بيوضعك. اكتر من هالشخص. هالشخص من جوه غير راضي. مش مبسوط. طيب نشوف الطاقة المشتركة بينكم او حاليا يعني. او شو ممكن يكون السبب الخلاف بينكم او احد من السبب الخلاقات بينكم. في اه طرف بينكم ممكن انت او ممكن الطرف الاخر حس بيرفض. حس انه نرفض من الناحية العاطفية من الشخص الاخر. اا ممكن هالشخص هو اللي بيحس بالرفض تجاهك. لانه عم شوف انه اا فيه فيه كتم للمشاعر ما مش عم بتحكوا لبعض بطبيعة مشاعركم او بحقيقة مشاعركم. شو اللي بتحسوا لبعض. عم شوف بينكم كتير عالي وهيدا ممكن يكون او فيه بينكم شوف كتير عالي ممكن يكون اا ولا الغيرة بينكم. او ممكن هالشخص او انت لانه هاي الطاقة مشتركة. عم اا الوضع بينكم خلق نوع من الغيرة. بالزات لانه الوضع بينكم عم شوف اا اا عفوي او ما فيه له طريق او نمط او معين تمشوا عليه. ممكن يكون هالشخص انت وهو مش بي علاقة جدية. فصعب عليك انه انه اا تعبر او هو يعبر ويحكي بطبيعة مشاعره او شو اللي بيحس فيه. بينكم اا الطاقة المائية عم شوف ايضا انت وهو بتشوفوا بعض لانه عندك فانت وايضا عندك ففيه طرف منكم عم ينظر الى الطرف الاخر وكأنه سولميت وكأنه رفيق الدرب. ايضا اا ممكن يكون سبب المشاكل او واحد من اساب المشاكل بينكم انه ما فيه جدية وما فيه التزام بالعلاقة. ما فيه اا خط معين تمشوا عليه. يعني انت وهو بعلاقة ولكن اا ما بتعرفوا شو نهاية العلاقة بينكم. وشو رح يصير بالمستقبل. وهيضا ممكن يكون اثر على احد من الاطراف انه ما فيه اا التزام جدي بالعلاقة. فالتقدم بينكم يعني فيه تقدم بينكم من الناحية العاطفية ولكن انت مش عارف نهاية العلاقة او نهاية التواصل شو رح يكون او نهاية التواصل بينكم يعني شو رح يكون. بالنسبة لخطوتك القادمة في المستقبل. عم شوف انت بالمستقبل فيه اشي عم تحس انك مربوط فيه. ممكن انت البعض منكم ممكن يكون ترك الشخص. وعم تحس انك لانه انترابمنت هال هالمرأة هالكرت مايعادل او مايوازي ناينوف سوعد. يعني انت عم تحس بسجن شوي عقلي او عم تفكر كتير وتعيد وتزيد بامور. اا امي ماضي. عم تحس انك مربوط فيها. ولكن عم شوفك مركز اكتر على التشافي او كيف تتشافى. الحلو بهاد انه الكرت طلع عندك هون مقلوب. ثري اوف سوردس. ثري اوف سوردس عادة بيرمز الى جرح بالقلب او جرح بالعواطف او جرح بالمشاعر. ولكن مع انه الدك عندي ما فيه كروت معلوبة الى انه الكرت اجاك معلوب. وبس يجي معلوب خاصة هالكرت اللي هو ثري اوف سوردس. اا بيرمز على انك طالع من جرح معين. او طالع من حالة حزن معينة. اا او رح تطلع اذا انت البعض منكم اذا قراه عكسية وانت هالطاقة اللي هون. البعض منكم الوضع تطلب منك كتير من القوة لحتى تطلع منه او لحتى تتقبل الامر طبيعة العلاقة بينكم. الى انه عم شوفك طالع من فترة حسيت فيها انك مظلوم. من اساسات خربت بالعلاقة او من علاقة فاشلة مع شخص او كونكشن او تواصل ما زبط مع شخص. ايضا ممكن يكون في عندك بالمستقبل او رح تجيك العديد من العروض عروض عاطفية من عدة اشخاص. ولكن بدك تنظر الى الامور بطريقة حيادية او بطريقة محايدة. لانه في كتير من العروض اللي رح تجيك نواياها مش رح تكون صادقة. وعم شوف انت مركز اكتر اا يعني انه انت بدك عدل بالموضوع. بالمستقبل. بخطواتك المستقبلية عم تبحث الى نوع من العدل. فاغلب العروض هاي عم شوف انه اا مش رح تستهويك او مش رح تعجبك يعني. بالنسبة لطاقة الحبيب بالمستقبل او خطواته بالمستقبل. عم شوف هالشخص الطاقة عنده اللي هون او هالطرف الطاقة اللي عنده هون رح تستمر لفترة كمان لقدام. اا شهر او اسبوعين او شهرين حتى بيختلف من شخص الاخر. ولكن ما عم شوف تغيرات بالطاقة من يعني بطاقته الحالي وطاقته المستقبلية. تقريبا الكروت مشابهة. الكرت اللي هون والكرت اللي هون مشابهين لبعض. لسه هالشخص عم يحس في حزن. عم يحس انه مجروح. الطرف اللي عندي هون عم يحس انه مجروح كتير. ايضا ايضا بده عم شوف انه هالشخص بخطواته المستقبلية بده بدايات جديدة من ناحية العاطفية. لانه عنده اس اف كوبس يعني هو بده بدايات جديدة بالعاطفة. بده يشتغل ويحط مجهود ايضا سواء كان بعلاقة او بداية اشي جديد معين. الى انه مش رح يعبر عن هالاشي. يعني هالشخص عم يشوف صعب انه يجي يحكي معك او يعبر لك عن طبيعة مشاعره بالذات اذا انت محوط باشخاص اخرى. او في عندك حوالينك اشخاص اخرى. هو ماخد موقف دفاعي. يعني باني صور حول نفسه هالشخص. وعم حسه انه بالعاقل الباطني او بطبيعة افكاره من جوه مشوش عاطفين. عم يحس بصراع جوه حاله. لانه بيكن المشاعر لالك. ولكن بنفس الوقت بحس انه بموقف مش عم يسمح له انه يعبر. نشوفه بيحس تجاهك. ممكن ممكن يكون هالشخص اكس على فكرة او حبيب قديم. لانه عم شوف انه انت في عندك علود هون وفي عندك ايضا رضا نفسي. فممكن انت عم تتعامل مع شخص جديد هون. وهيدا اكس قديم. عم شوف انه هو في داخل نفسه في عنده صراع كتير داخلي. مش عم يسمح له. يعني عم يتسارع مع حاله هالشخص. الوضع مش عم يسمح له انه يعبر. فعم يكون كتير دفاعي. بده بداية جديدة معك بس عم شوف انه غير قادر انه يحكي لك هالاشي. خايف من الرفض ايضا. لانه عندك هون فعالشخص خايف انه بس يعبر او ازا. ايجا حكا معك خايف من انه ينرفض. او انت ترفض عرضه الحب تبعه لانه بتشوف انه غير كافي وما بيفيدك. بالنسبة للطاقة المشتركة بينكم. او بالمستقبل. طاقتكم المشتركة. في اه طرف منكم رح ينحط هالكرت. ففي طرف منكم رح ينحط بموقف بتوقع هالشخص اللي هون. ممكن تكون انت. رح ينحط بموقف يكون معرض فيه الى كتير من الاغراءات. لانه عندك هون. ترمز الى اغراءات الحياة الدنيا. فممكن يعني يكون حواليك عروض كتيرة. تطلب منك القوة. لحتى تعرف تصفي او تفلتر الاشي اللي اللي بتفيدك والاشي اللي مش رح تفيدك. لانه من اغلب العروض اللي رح يتجيك. وممكن تسعين بالمية منها او اغلبها تكون اه اشي مش رح تفيدك. او اغلبها تكون لواياها غير صادقة تجاهك. فعم شوف انه انتو رح تنحطوا بموقف او للبعض منكم اللي انتو بيه علاقة مع بعض حاليا ولكن الامر مش عم تمشي متل ما انت بدك ياها. رح تنحطوا بيجوز فيه ناس ايضا بدها تخرب بينكم. لانه تنتيشن. فممكن فيه اطراف خارج العلاقة رح تحاول انها اه تخرب التواصل بينكم. تخرب الكونيكشن بينكم. لانه عم شوف اطراف اخرى كتير بالعلاقة. عم شوف اه او او عم شوف اه خيانه او عم شوف يعني اشخاص عم تحاول تخرب او عم تحاول تخرب اللي بينكم. بالفعل. الفعل البعض منكم اللي بيه علاقة حاليا بدك تنتبه من الاشخاص اللي انت محوط فيهم. لانه ممكن اغلب الاشخاص اللي انت محوط فيهم. ما بتكون تحب مصلحتك. او اللي حبيبك محوط فيهم. يعني انتبه من اه دائرة الاشخاص اللي انت محوط فيها. ايضا البعض منكم طاقتكم في المستقبل. في عندك نايت اوف وانس. هي عندك نايت اوف انتقل سبيع. في اه بدك ما تركز على الامور اللي راحت. لانه عم شوف لسه في شخص. في شخص هون مكتئب. في طرف عنده اكتئاب. في شخص عم يحس بتوقع هو هالطرف. لانه اغلب الكوت يعني بتشابه لها الكرت. ففي طرف كتير لسه مركز الماضي. وخسارة صارت بالماضي. تفهمت علي? ممكن تكون ايضا خسارة بينكم مادية. صارت. او خسارة من نوع من بالعلاقة. بمعنى انه عم تحس انه في فرصة بينك وبينها الشخص بعد. ولكن البعض منكم لانه عندك ففي تحرك بينك وبينها الشخص. في في طرف راح يتقرب الى الشخص الاخر. او ايضا راح يكون في عندك عرض حب منها الشخص. او ممكن انت تقدم عرض حب له. توقف